نروح لدكتور مصطفى مدبولي دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس وزراء مصر عمل النهاردة اجتماع واجتماع مهم طيب بيستعرض فيه مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي بتاع 24-25 مين حضر الاجتماع؟ طبعا دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللي وضحت الحقيقة انه الخطة او خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام المالي القدم باذن الله فيها مجموعة من التوجهات الاساسية اولها ايه؟ التخارج من تمويل بعض المشروعات هنطلع بره كدول الحكومة هتطلع بره بعض بعض المشروعات وهتسمح بمشاركة القطاع الخاص او بمعنى ادق المزيد من مشاركة القطاع الخاص وده زي ما حضراتكم عارفين نابع من وثيقة سياسة ملكية الدولة دكتور هالة كمان الحقيقة اتكلمت عن المحددات الاساسية للخطة دي واكدت ان المحددات دي بتتمثل في ان احنا هنستمر في ترشيد الانفاق الاستثماري ده الحكومة يعني مراعاة اثر الظروف الاقتصادية على انتفاع تكلفة الاستثمار العام تحسين التنفسية شو بقى هنا ايه؟ لازم احسن التنفسية بتاعتي لازم اعمل خدمات جيدة لازم اجود من خدماتي الصحية لازم اعمل اتاحة لوجود خدمات الصحة والتعليم قبل الجامعي اتاحة كاملة وحقيقية ووقعية بس عشان اعمل ده كلمة بقى ايه؟ حقيقية ووقعية لازم ارفع تنفسية التعليم العالي كمان يعني أرفضت النفس التعليم العالي يعني التعليم العالي بتاعي أفضل أزق فيه بحيث أنه يحصل على نقاط أكبر وبالتالي تصنيف الجامعات المصرية يزيد هل تصنيف الجامعات المصرية يزاد خلال السنوات القليلة الماضية؟ جدا احنا كان عندنا جامعة أو اتنين بس لمصنفات بشكل دولي نهار دا تقريبا أظن 24-26 جامعة مصرية مصنفات على المستوى الدولي عندي جامعات في الإطار العام مصنفة ضمن 500 جامعة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في بعض التخصصات مصنفين في أفضل 200 كلية على مستوى العالم في هذه التخصصات على سبيل المثال ومرة أطلع لك تقرير كامل نوع نتكلم عليه تقرير تحديدا من QS وتقرير تاني طالع من Times اللي هما يعني الجهتين الأشهر للتصنيفات الدولية ده خلاف تصنيف سيراماجو اللي موجود في سيراماجو اللي موجود في أسبانيا والتصنيف الصيني كمان طيب الاستمرار في إيه بقى؟ خد بالك تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية يعني الدولة تسحب نفسها من بعض المشروعات وتدخل القطاع الخاص لكن هتزود استثمارتها في إيه؟ الحماية الاجتماعية زي حياة كريمة على سبيل المثال هيتم تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي الدولة موجودة حاضرة في إيه؟ في كل ما له علاقة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي موجودة حاضرة صاحبة القرار الأول وده طبيعي وده طبيعي عشان بس تبقى عارف يعني وحضرتك سافرت حد سافر أمريكا قبل كده يا جماعة؟ ممكن تعدلي عدد المدارس الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتقارن نسبتها بجانب المدارس المملوكة للدولة قد إيه؟ طب في إنجلترا أعزك بس يعني تعمل هومورك ده قبل ما حد يطلع يا إيه؟ يتحفن بأي فازلك ترجمة نانسي قنقر